أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن الوزارة ماضية في تعزيز مقومات البنية التحتية المتكاملة والتي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة منوها بأهمية تبادل التجارب والخبرات المميزة لتطوير البنية التحتية جاء ذلك خلال اللقاء سعادته مع اللورد أوفورد وزير الصادرات والأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة في إطار زيارة سعادة الوزير إلى المملكة المتحدة الصديقة وأثناء اللقاء بحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مجال تطوير البنية التحتية وسبول توسيع أفق تبادل الخبرات بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين وعلى هامش لقاء وقعت وزارة الأشغال اتفاقية تنفيذ أعمال مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشمال سترة والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها اشتركوا في القناة